طلاب الأعزاء أهلا وسهلا فيكم الجديد معي أنا الأستاذ عمر ملكاوي مستكملين إن شاء الله شرح الوحدة الأولى من المنهاج الجديد الآن نحن موجودين في الجزئية الخاصة بالقواعد شرحنا القاعدة الأولى وهي قاعدة المضارع البسيط وفي هذا الفيديو إن شاء الله رح نشرح قاعدة المضارع المستمر فخلونا نبلش زي ما هي شايفين الوحدة الأولى اللي هي بعنوان get the message والقاعدة اللي هي the present continuous أو بيسموها progressive continuous أو progressive نفس الشيء اللي هو المضارع المستمر الآن شو الهدف والغاية من استخدام الفعل المضارع المستمر نحن نستخدمه عشان نحكي عن شيء يحدث الآن في هذه الفترة في هذه اللحظة أو في وقت الكلام فإذن الحدث عشان يكون في المضارع المستمر لازم يكون يحدث الآن فهي الشيء تخليها في بالك أن الحدث في المضارع المستمر يحدث الآن وقت الكلام أو في هذه الفترة في هذه اللحظة تمام؟ تمام الآن بما أن الشيء يحدث الآن وقت الكلام تمام معناته هذا الشيء شيء إيش؟ شيء مؤقت تمام؟ بما أنه يحدث الآن وقت الكلام معناته مؤقت طيب ليش؟ طيب إحنا حكينا هون مؤقت هون عشان نفرق إحنا ما بين المضارع البسيط وبين المضارع المستمر الآن في المضارع البسيط تمام؟ في المضارع البسيط حكينا أنه الفعل فعل دائم يحدث دائما وبشكل متكرر بينما المضارع المستمر الحدث حدث مؤقت يعني أنه بيصير فقط لفترة مؤقتة بيصير في هذه الفترة في هذه اللحظة فهذا الفرق الجوهري ما بين مضارع بسيط ومضارع مستمر عشان أعرف متى أنا أستخدمهم مضارع بسيط لما يكون الحدث حدث دائما بيصير وبشكل متكرر مضارع مستمر لما يكون الحدث مؤقت يحدث الآن في هذه الفترة أو في هذا الوقت طيب الآن كيف نعمل المضارع المستمر أول شيء في الجمل المثبته في الجمل المثبته أنا بدي أرجع على الفاعل إذا كان الفاعل مفرد بدي أستخدم is وبعدها فعل بدي أضيف له ing بينما إذا كان الفاعل جمع بدي أستخدم r بعدها فعل بدي أضيف له ing وإذا كان الفاعل i بدي أستخدم am وبعدها فعل بدي أكون مضاف له ing فإذن هذه الحالات الثلاث حسب الفاعل فأنا دائما مرجعيتي وين؟ مرجعيتي على الفاعل لازم أرجع على الفاعل أشوفه هل هو مفرد ولا جمع ولا i لأنه على أساسه بدي أستخدم يا am يا is يا r وفي جميع الأحوال الفعل بعدهم بدي يكون فعل تصريف فعل ing تمام؟ بدي يكون مضاف له ing ممتاز؟ ممتاز الحالة الثانية هي في حالة النفي في حالة الجمل المنفية برضو هون حسب الفاعل إذا كان الفاعل مفرد بدي أستخدم is لكن بدي أن فيها بتتصير isn't تمام اللي هي is not بعدين الفاعل بدي يكون ing فإذا ال is هون نفيناها صارت isn't لما يكون الفاعل جمع بس تخدم aren't وبعديها الفاعل ing فكانت r هون نفيناها صارت aren't والفعل دائما بدي يكون ing إذا كان الفاعل i بدي أستخدم am not وبعديها الفاعل ing فهون am نفيناها بam not لاحظوا هون في عنا شغلة ملاحظة اللي هي شغلة contraction اللي هو الاختصار تمام لأن is معنط اختصرناها صارت isn't are معنط من اختصرها صارت aren't لكن am معنط ما من اختصرها منكتب كل واحدة لحال تمام فهذه الملاحظة برضو يعني خلوها بعين الاعتبار طيب الشغلة الثالثة في حالة الأسئلة لأن إذا كان السؤال سؤال WH questions وسميناه سؤال معلومات إحنا بنسأله عشان نحصل على معلومة فأنا دائما بدي أبلش بإيش بدي أبلش بالأداة أداة السؤال بعدين يا إما am يا إما إز يا إما آر حسب إيش حسب هون الفاعل فأنا بدي أطلع هون على الفاعل وعلى أساسه بختار يا أم يا إز يا أر بختار أم إذا كان هذا الفاعل I بختار إز إذا كان هذا الفاعل مفرد وبختار أر إذا كان هذا الفاعل جمع بعديهم الفعل هون بدي يكون مضاف له ING يعني مثلا بنسأل What are you doing What are you doing تمام فأمشي أنا على هذا الترتيب لعني إذا كان السؤال يسلر نوك واتسن اللي هو سؤال جوابه إما يس أو نو فبدي يكون بيبلش بفعل المساعد الآن الفعل المساعد اللي بدي أستخدمه يا أم يا إز يا آر حسب الفاعل تمام حسب الفاعل إذا كان الفاعل I ببلش بام إذا كان الفاعل مفرد ببلش بإز وإذا كان الفاعل جمع ببلش بار تمام ودائما الفاعل هون بدي يكون ING تمام تمام فهذه الحالات الثلاث إنه كيف أنا بعمل الفعل في المضارع المستمر في المثبت في المنفي في السؤال تمام تمام الآن نيجي للشغل الرابع المهمة تمام في الزمن اللي هو الاستعمالات اللي احنا بنسميها الفانكشنز اللي ممكن يسألونا عنها تمام يسألونا مثلا what's the function of this sentence ما هي وظيفة هذه الجملة لأن لما يتكون الجملة في المضارع المستمر M-S-R-I-N-G استعمالاتها بتكون أول شيء اكشنز أحداث هذه الأحداث in progress مستمرة at the time of speaking في وقت الكلام في وقت الكلام يعني متى يعني الآن لما يكون الحدث مستمر الآن في وقت الكلام معناته هذا الحدث مؤقت معناته هذا الحدث مضارع مستمر زي إيش مثلا He is talking on his mobile تمام He is talking on his mobile هو بيحكي بتليفونه فمتى بيحكي بيحكي الآن في وقت الكلام يعني أثناء ما أنا حكيت الجملة هاي كان هو قاعد بتحدث بتليفونه فالحدث بيصير الآن يعني أنت لو بتشوف واحد قاعد بيحكي بتليفونه هم تستخدم مضارع مستمر لأنه لما تطلع عليه هو الآن قاعد بيحكي بتليفونه He is talking with his in his mobile now The boys are playing basketball at this moment الأولاد الآن قاعدين بلعبوا هسا لما أنا حكيت الجملة هاي الأولاد قاعدين بلعبوا في هذه الفترة في هذا الوقت Be quiet I'm studying أنا بدرس متى بدرس الآن بس حكيت الجملة يعني هو نبه عليهم قالهم أسكتوا أنا الآن قاعد بدرس فإذن هو بدرس بنفس وقت الكلام فإذن لما تكون الأحداث في مستمرة في وقت الكلام بستخدم مضارع مستمر تمام الاستعمال الثاني For temporary actions Temporary Temporary يعني إيش؟ يعني مؤقت تمام؟ هذه الملاحظة اللي حكيناها قبل شوي Temporary actions يعني أحداث مؤقتة بينما بالمضارع البسيط شو حكينا؟ حكينا Permanent actions Permanent دائم Temporary مؤقت لما يكون دائم مضارع بسيط لما يكون مؤقت مضارع مستمر تمام؟ إذن Temporary actions اللي هي الأحداث المؤقتة In progress around now في الوقت الحاضر لما يكون الحدث مؤقت في الوقت الحاضر أنا باستخدم مضارع مستمر زي إيش مثلا Instant messaging is getting more and more people with older people تمام؟ More popular with older people فهون is getting استخدمها وين؟ استخدمها في المضارع المستمر لأن الحدث حدث مؤقت He is thinking of تمام؟ Double F لازم تكون of getting a new phone تمام؟ Getting a new phone فهو بفكر الآن في هذه الفترة فبالتالي هذا الحدث يعني مسألة أنه قاعد يعني بخطط أنه يشتري تليفون جديد هي مسألة مؤقتة مش على طول مش على طول يعني شاغل باله موضوع أني أشتري تليفون جديد فترة مؤقتة بعدين بيشتري التليفون أو بلغي الفكرة تمام؟ طيب الاستخدام الثالث Change and developments التغييرات والتطورات تمام؟ لما يصير فيه هناك تحديثات جديدة تغييرات جديدة تطورات جديدة على الموضوع زي إيش مثلا؟ The news is spreading quickly الأخبار تنتشر بسرعة تمام؟ فهي تطورات يعني فيه خبر معين والخبر انتشر كل الناس صارت تعرف عنه فهي تغييرات تطورات أوكي؟ الاستخدام الرابع وهذا الاستخدام إحنا رح نرجع نحكي عنه بالوحدة الثانية اللي هو بالفترة إنه ممكن أستخدم المضارع المستمر للتحدث عن الفيوتر اللي هو للتحدث عن المستقبل اللي هي في حالة إيش؟ في حالة في حالة ال-arrangements ال-arrangements يعني المخططات يعني أشياء مخططة إنه تنعمل مسبقا مخطط إلها إنها تنعمل في المستقبل مسبقا فبهذه الحالة أنا بستخدم المضارع المستمر بيكون بدل على المستقبل زي مثلا أنا مخطط إنه بكرة مساء بالليل إنه إيش أعمل أنه أتقابل مع المدير وألتقي معه بكرة بالليل معده هذا الشيء مخطط له مسبقا في موعد بيني وبينه في موعد اجتماع مثلا بيني وبينه فهذا الشيء مخطط له مسبقا فهون استخدمت أنا مضارع مستمر يعني المستقبل إنه سوف أقابله تمام سوف ألتقي معه سوف أجتمع به مخطط له مسبقا يعني مرتب له من قبل تمام تمام النقطة رقم خمسة اللي إحنا يعني لازم نهتملها زي ما حكينا أنا لازم أعرف كيف أعمله في الجمل المثبتة في المنفية وفي السؤال وأعرف الفنكشنز الاستعمالات والشغل الخامسة اللي هي أعرف الكيووردز الكلمات الدالة والمؤشرات على هذا الزمن الآن من المؤشرات اللي موجودة معنا في المنهاج واللي بيركزوا عليها أكيد اللي هي هذور الأربعة يعني هم مركزين عليهم في المنهاج فالكلمات المضلة هاي هذه كلمات موجودة معنا في المنهاج ككلمات دالة على المضارع المستمر معناته بنركز عليهم أكثر شيء لأن بقية الكلمات برضو هي كلمات دالة على المضارع المستمر ويعني مستخدمة وإيجا منها في أسئلة الوزارة السابقة برضو إحنا لازم نحفظها تمام زي إيش مثلا زي now at this time nowadays at the present today tonight this month or this week or this year أو الامبراتف امبراتف سنتنسيز شو يعني امبراتف سنتنسيز الامبراتف سنتنسيز اللي هم جمل الأمر تمام جملة الأمر يا جماعة الخير هي دائما تبدأ بفعل زي إيش مثلا زي look انظر listen اسمع be careful احذر watch out اطلع شاهد look out نفس الشيء don't make noise لاحظوا هون أمر ولكنه أمر منفي بيبلش بdon't don't وبعدها فعل بده يكون مجرد don't make noise ما تعمل إزعاج be quiet خليك هادي أو كلمات أخرى زي today tonight tomorrow next week next month ممكن كمان الدل على المضارع المستمر تمام تمام فخلصنا من الخمس أجزاء اللي بيهمونا بالدرس affirmative في جملة المثبتة negative في الجملة المنفية be حالة interrogative اللي هي الأسئلة أيضا functions الاستعمالات والkeyboards اللي هي الكلمات الدلة هذول لازم أهتم فيهم في كل زمن من الأزمنة تمام تمام في عنا ملاحظة أشرنا لها إحنا في الدرس السابق اللي هي ملاحظة state verbs state verbs اللي هي الأفعال الجامدة حكيناهم في الدرس السابق أنه هذول الأفعال أفعال تمام لا تأتي على صيغة الاستمرار يعني ما بستخدمهم في حالة المضارع المستمر تمام؟ ما بستخدمهم في منهم بعض الاستثناءات ولكن الشكل العام أنه أنا ما بستخدمهم في حالة المضارع المستمر لأنهم أفعال جامدة يعني ما فيهم حركة ما فيهم يعني ديناميكية حركة تحرك كذا ما فيهم هم أفعال جامدة فما بزبطون أن نكونوا مستمرات زي مثلا الفعل نو يعني يعرف المعرفة هي أنه يعرف عملية أنك تعرف ما فيها استمرارية ما فيها حركة ما فيها أنك تروح من مكان إلى آخر ما فيها فبالتالي يعتبر فعل جامد ما بستخدم معه ING الأفعال هي الأفعال الليها علاقة بالميند تمام بالتفكير أو الإدراك زي know understand think believe forget realize suppose want أيضا الأفعال الليها علاقة بالإموشنز المشاعر أو العواطف زي like love hate dislike need الأفعال الليها علاقة بالحواس حواس الخمسة زي see smell taste hear وتouch وأيضا الأفعال الليها علاقة بالposition اللي هي الملكية أي فعل يدل على الملكية زي own have و belong تمام هذول الأفعال في مهن استثناءات زي ما شفنا في الدرس السابق قلنا الفعل think مثلا تمام إذا إجاب عدية of أو about إذن think وبعديه إيش؟ بعديه of أو about هون بقدر أستخدم معه ING فإذن بقدر أستخدم معه ING بدون أي مشاكل صح؟ هذا قلناه في الدرس الماضي شو كمان حكينا؟ حكينا مثلا الفعل see أيضا في عنا الفعل see تمام؟ الفعل see برضو حكينا عنه إنه ممكن أستخدم معه ING إذا كان بمعنى go out with يعني بمعنى يخرج يقابل تمام؟ يلتقي مع هون أنا بقدر أستخدم معه ING عادي تمام؟ لكن لما يكون بمعنى يرى اللي هي من أفعال الحواس ما بقدرش أستخدم معه ING أوكي؟ في عدي كمان الفعل have الفعل have هذا ما حكينا عنه المرة الماضية الفعل have هو بمعنى لما يكون بمعنى يمتلك اللي هي للملكية تمام؟ هون أنا يعني هون بيكون هو عبارة عن فعل state فعل جامد لكن الفعل have إلو ثلاث معاني معناه يمتلك وإلو معنى يأخذ وإلو معنى يتناول أوكي؟ لأن لما يكون بمعنى يمتلك هون ما باستخدم معه ING لما يكون بمعنى يأخذ أو يتناول هون بقدر أستخدم معه ING أوكي؟ فإذاً بنشوف معناه لأشوف معناه بالجملة إذا كان بمعنى يمتلك زي مثلا I have a car هون بمعنى أمتلك سيارة بينما لما يكون بمعنى يأخذ ويتناول عادي بقدر أضيف له ING زي مثلا I'm having my breakfast يعني أنا بتناول قاعد طعام الفطور فهون عادي بقدر أستخدم معه ING فإذاً هذه الأفعال اللي هي أفعال state أفعال جامدة ما باستخدمها مع الاستمرار يعني باستخدمهاش مع هاي القاعدة بقدرش أضيف لها ING مع عدل الاستثناءات اللي ذكرناهم طيب إذا كانت الجملة في المضارع المستمر والفعل واحد من أفعال state verb ما أنت بتحكي لي لا ما تستخدمهم مع الاستمرار طيب شو أعمل فيهم؟ بتستخدمهم مضارع بسيطة إذن إذا كانت الجملة حتى لو أنها يعني تدل على أنه هون لازم الفعل مضارع مستمر لكن الفعل الموجود جامد بهاي الحالة ما باستخدمه مع الاستمرار وإنما بصحح الفعل في المضارع البسيط أوكي وضحت هذه الفكرة تمام طيب نشوف بعض الأسئلة المقترحة وهي الأسئلة الموجودة هون تمام والموجودة عندكو بالدوسية واللي ضروري تكون موجودة معك وعشان تتبعوا معي بالشرح هاي الأسئلة تمام هي أسئلة سنوات سابقة وردت كأسئلة وزارية سابقة نشوف مثلا كيف الجملة مثلا الأولى don't disturb شروق هذا شو حكينا عنه؟ هذا أمر منفي أمر منفي تمام لما تكون الجملة فيها imperative ولاحظ هون كمان عندي now لما تكون الجملة فيها أمر منفي لهو imperative sentences أو أمر عادي هون هذا الدليل على أن الحدث يحدث في وقت الكلام معناته لازم أستخدم مضارع مستمر معناته هذا الفعل هون بدي أستخدمه كمضارع مستمر هون أصححه أنا وين لازم أرجع؟ لازم أرجع عشي على الفاعل أشوفه هل هو مفرد ولا جمع ولا I هو مفرد القاعدة شو بتقول لي لما يكون الفاعل مفرد؟ استخدم is وضيف للفعل تمام؟ ضيف له ing فبتصير is listening تمام؟ لحظوا الجملة الثانية I with my brother at the moment at the moment في هذه الفترة أوكي؟ معناته هون هذا الفعل هون مستمر إذن هذا الفعل live بدي أعمله هون مستمر برجع هون على الفاعل I الآية بتأخذ am و live بضيف لها ing بتصير I'm living with my brother at the moment تمام؟ فإذن بهذه الطريقة أنا بحل الأسئلة هاي الأسئلة بدأت ركلك يا تتدربوا عليها على القاعدة بعد ما تحضر الشرح وتفهمه وتحفظ كيف بعمل الفعل بحالة الجمل المثبت ومن المنفية في الأسئلة تتدرب عليهم طبعا هون أسئلة اللي هي خلنحكي مقالية زي ما إجت في السنوات السابقة أنا لازم أقرأ الجملة كويس أدور على شيء بدلني بعدين أصحح الفعل حسب القاعدة تمام؟ الآن أيضا تحت كمان حطت لكم أسئلة طبعا هون الإجابات بتقدر تأكد منها وهون أسئلة إيش؟ أسئلة multiple choice اللي هي ضع دائرة لأن احتمال تكون أسئلة ضع دائرة ممكن جيبوا لكم أسئلة ضع دائرة فبالتالي نفس الشيء هون أنا بدي أقرأ الجملة مثلا The children play in the park right now لاحظ في عندي now معناته الشيء يحدث الآن في هذه الفترة معناته هو شيء مؤقت معناته مضارع مستمر ممتاز إذن هذه الجملة حددت أنه بدي أعملها مضارع مستمر ممتاز طيب باجي هون الفعل بين جوسين play و لازم أرجع وين؟ لازم أرجع على الفاعل هون children هل children مفرد ولا جمع ولا i؟ طبعا هي مش i ومش مفرد هي جمع children جمع معناته بتأخذ r أنا ممكن أحل هون بعدين أتأكد من الخيارات بدل ما أخربط مثلا هون لازم يكون r وبالفعل play أضيف له ing وارح بشوف وين الخيار الصحيح الخيار الصحيح الخيار الصحيح اللي هو b r playing مثلا to i study for my final exam this week في هذا الأسبوع مؤقت عملية الدراسة على الامتحانات هي مؤقتة بس في خلال هذا الأسبوع معناته مضارع مستمر تمام الفاعل i ال i بتأخذ am وصطدي شو بدي أعمل فيها بدي أضيف لها ing ممتاز وين الخيار الصحيح؟ الخيار الصحيح اللي هو c تمام فهيك أنا يعني بحل بالأول أتأكد من حلي بمشي على الخطوات بقرأ الجملة بدور أي شي بيدلني بعدين بصحح الفعل بناء على القاعدة إما مثبت منفي أو سؤال أوكي؟ أوكي فهيكا احنا بنكون إن شاء الله كملنا شرح الفعل المضارع المستمر إن شاء الله بتمنى يكون الشرح خفيف ولطيف ومفيد بالنسبة لكم لأن بقية الأسئلة كلها موجودة للتدريب تمام بالإضافة كمان أنه على كل درس من هذه الدروس احنا بنعمل امتحان فإحنا يعني رح نجمع إن شاء الله بنك أسئلة كامل بالإضافة للأسئلة المقترحة الموجودة بالدوسية كمان رح يكون فيه أسئلة كمان إضافية برضو للتدرب عليها رح أبعثي لكيها لاحقا تابعوا معي على جروب الواتساب عشان يوصلكوا كل شيء جديد الله يعطيكوا الصحة بالعافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة